دونك بغير الشك انا شخصيا في هذيك الوقت كنت في موسكو في موسكو نقم على بادي لليش مليح سمعنتي الشي اللي كان صرا على بادي بلي بعثوا مكونين من فرنسا كانوا فارد من فرنسا وخاصة كانوا مجموعة الاكثارية الاكثارية كانوا من اللي زنتيجري معين تاني دخلوهم في اثنين وستين وهذي شعباني مقبل هاش مقبل هاش ماتي وارجح ارجح تم ما زاد المشكل بين بومدين وشعباني زاد شوية خدا خدا شوية كده يقولوا سمعتي اه اه اولاد زادت مبيناتها مشوية اه اه مالا اه وكل شيء بصحة انا اه بالنسبة الا اعلى بالي باللي ما مات حتى جندي في المشكلة اش عباني هذي على بالي بالي اه تاولايا سمعت هذا كوي سقليده سمعتي اه الشي اللي قام به صحيح انه سمعته تمرد نوعا ما ولا كي موقعش فيه حتى واحد اه ميت كي هبط هبط من هنا الجيش كان يقود فيه عبدالله بالوشاتي عقيدة كي هبط الجيش ما استسلمين ما 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 داروالو ما داروالو قتلين ما اي ارد فعل يعني ما اي ارد فعل وما كان حتى واحد جندي مات في اعتقادك لماذا اذا اخذ القرار باعدال شخصيين والله الا انساء نسأل انا شخصيين المؤرخين لازم يتكلموا في هذا الموضوع اه انا الشي اللي